خش في المباراة عجبك الافتساح؟ اه مبهر مبهر وفيه رسائل كتير جدا 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 عجبك ايه؟ عجبني طبعا الطفل يعني القطري البطل القطري يعني والرسائل اللي من العرض مع مورجان فريمان ومورجان فريمان كمان اختيار مميز جدا واحد من الناس اللي معلهمش اي اختلاف بان كمان الحلم القطري بقى بتنظيم كاس العالم بالفيديو اللي تم يعني نشره ففي المجمل افتاح مبهر جدا وبيوصل الرسائل للعالم كله عن المنطقة العربية وعن دولة قطر عجبك لما عرضوا الاغاني بتاعت نسخ كاس العالم كلها؟ جدا جدا والمسكوتس او التميمة بتاعت كل كاس عالم وكنت عايز اسألك كمان يا كريم انت ايه اكتر تميمة معلمة معاك في كاس العالم كله في كل نسخ كاس العالم طبيعي اي حد بتيك ساوي السؤال ده بيروح لي بعيد اوي بس انا كان عاجبني اوي التميمة بتاعت روسيا بتاعت البطولة اللي فاتت كان في زكريات شخصية بس التميمة دي متعلق بيها بتاعت روسيا انا عمل لها متحف يعني اعمل كل المقتنيات بتاعت كاس العالم 2018 عمل له متحف صغير كده في البيت الله سواء مدليات او الدب دوب الصغير يعني او المسكوت يعني بتاعت كاس عالم ايطاليا تسعين مع اني موعدش عليه بالشكل الكبير يعني بس ايطاليا تسعين معلم جدا جدا الشخص اللي هو بالوان عالم ايطاليا والكورة هي راسه فكانت معلمة معايا بشكل كبير احسلك سؤال بقى ايه اكتر قونية الكاس العالم معلم عاك لا واقع واقع طبعا الموضوع يعني محسوم بنسبة مليون في المية وممناسبة برنامج رقم عشرة واسم برنامج رقم عشرة انا اول ارتباط ليا برقم عشرة في الكورة كان روبيرتو باجيو في كاس عامر باطس واكتر قصر او اول قصرة قلب ليا في الكورة لما ضيع البانالتي والناس يعني بتتكلم بقى اللي هو مات وهو واقف بس يعني بالنسبة لي كان روبيرتو باجيو هو يعني بطل الطفولة وخلاني يشجع ايطاليا ومن ساعتها حتى عندي حتة كده مع البرازيل بعد النهائية بتاعة 24 تعرف انا اونيت واقف بالنسبة لي طبعا هي برضو المفضلة بس هتبدل معاقي اللي معلمة بذكرياتها عظيمة جدا بتاعة تماما وتساين ريكي مارتن طبعا تاعة اونيت ريكي مارتن كتا عبكرا لا تماما وتساين كمان مع الزهور بقى مع التطور كمان مع العاب الفيديو بقى والكورة والكلام ده كله فكانت هوجة كده كلها من تماما وتساين لألفين واتن فالموضوع كله النهارده عجبني فيه نوفي نستالجيا كتير فيه رهبة كده عارف كاس العالم هيبتلي النهارده وكمان في الستة أول مرة وكده فالواحد حس النهارده يعني زيه زي أول يوم في أي عيد يعني زي أول يوم في رمضان كده الواحد عايز يرجع يفطر مع أهله الواحد عايز يرجع يتفرج مع أصحابه مع أهله على أول مبارا في كاس العالم طبعا بالمناسبة بقى هل توقعت الشكل ده ده بشكل عام الشكل ده للمنتخب القطري في افتحات كاس العالم لا تماما ولا الإكوادور كمان توقعتها لأننا تبعت نتائج طبعا مش كل المباريات بتاعت الإكوادور التحضيرية قبل كاس العالم هم لعبوا ست مطشاط اتعادلوا في أربع مباريات وكذبوا مبارياتين بس سجلوا هدفين في ست مطشاط يعني كذب واحد صفر في أربع منهم تعادل سلبي تعادل سلبي فما تدنيش انطباع قوي إن الإكوادور هيبقى منتخب بيضغط من قدام زي ما احنا هنشوف منتخب عنده أجنحة وعنده مهاجم إنر فالنسيا أنا فاكره من أيام وستهام ومن أيام الفانتازي يعني كان هو ديافاره سايخه مع وستهام بس ما توقعتش إن إنر فالنسيا يبقى بالتأثير ده وده شبه بيأكد كريم وإحنا دخلين على بدايات كاس العالم يعني إن ده كاس العالم بتاع الخبرة بتاع اللعيبة كبيرة اللي هتعمل فرق وده يرد على كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو مع البرتغال هل يبقى موجود؟ ما يبقاش موجود كريستيانو رونالدو وجوده في البرتغال هيبقى ليه تأثير كبير جدا ليس بس فاني؟ لا كمان نفسي بالنسبة للعيبة تعرف مين إنه متوقع وتأثير كبير جدا بالملاسبة يعني قبل ما نخش على المباراة تفصيلا جاريس بيل جاريس بيل هيبقى عنه تأثير كبير قوي مع ويز جاريس بيل ومجموعة تقبل كل الاحتمالات يعني معهم إيران معهم أمريكا فالمجموعة يعني ممكن يحصل فيها كل حاجة جاريس بيل لو عدوا ويلز طبعا موجود شنجلترا شنجلترا كيكها صاد آه بالضبط أمريكا وإيران فالموضوع هيبقى ما بين أمريكا وإيران وويلز وويلز عندها الخبرة كمان عندها خبرات غير جاريس بيل قلنا خلاص الخطة راحت ظل الأداء سيء سيء يعني هو سيء حرفيا ما فيهوش أي ردة فعلة هجومية ما فيهوش حتى تأمين دفاع جيد فكل حاجة كانت غلط في المنتخب القطر على مدار 45 ديه في الشوت الأول إيه اللي حصل؟ أول حاجة خلينا نستعرض التشكلتين كده ونقرأ كل فريق من الفرقتين كان بيلعب بطريقة عاملة إزاي قطر كان بتلعب بطريقة ثلاثة أو خمسة يعني في خط الدفاع وقدامهم ثلاثة وقدامهم صنائي هجومي صنائي الهجومي هو معز علي ومعاه أكرم عفيف على الجانب الثاني الإكوادور لعبت بطريقة 4-4-2 وطريقة مثالية يا كريم يعني 4-4-2 زي ما الكتاب بيقول بالزبط سواء في الضغط وهم مش معاهم الكورة على دفاع قطر وعلى الطلوع بكورة من قطر لو شفنا التشكلات هنلاقي طريقة 4-4-2 فلات جدا ودي انقردت من الكورة شوية للإكوادور بالضبط بالنسبة للإكوادور هنا بقى كان 5-3-2 بالضبط 5-3-2 أو 3-5-2 شفنا ان بالنسبة لفري الإكوادور والكورة مش مع الإكوادور هم بيضغطوا بالرباعي بالأجنحة باليمين والشمال احنا بنتكلم على بلاتا بنتكلم على إبارة وقدامهم بالينسيا وإسترادا عملوا ضغط عالي على منتخب قطر ما ممكنهوش ان هو يقدر يبني الهجمة من تحت على عكس بقى المدرسة الأسبانية والتيكي تاكا والكلام ده كله ده ما كانش مناسب تماما في مباراة زيدي خصوصا كمان ان لعيبة قطر كان دخلا مباراة وهم مهزوزين نفسيا جدا حتى ما فقوش كمان بعد الهدف الملغي لإنر فالينسيا اللي كان هيدخله التاريخ طبعا بأسرع هدف يسجل في المباراة جميعا بأسرع حطيني التقييمات دي على سيسي بسرعة بيطبقى مبنية على حاجات كتير قوية كريمة بس التقييمات أكبر من أدري بيطبقى مبنية على دريبلز استقسسول دريبلز على اللونج باسس الطويلة كل واحدة بيبقى ليها ويت معين أنا باتفق معاهم في حاجات كبير طبعا إنر فالينسيا هو نجم المباراة بدون منازع يعني بس أنا العجبني جدا بالنسبة للمنتخب الإلكوادوري هو بلاتا بلاتا ده مواليد 2000 كان ليه دور كبير جدا وهنشوف له حالة يا كريم كبير لبين لعيب نعم الجناح الأيمن الجناح الأيمن هو مواليد 2000 عنده 22 سنة بس والغريب برضو يا كريم إن تلاقي إن المعدل العمري بالنسبة لفريق الإكوادور أصغر من المنتخب القطري يعني منتخب القطري فيه لعيبة معدية 30 فيه حوالي 3 أربع لعيبة معدية 30 على عكس المنتخب الإكوادوري اللي حارس المرمى وأنر فالينسيا بس هما المعدين التلاتين وباقي الفرقة معدلة لعمري بتاعها بنتكلم بتاته 20 أو 24 أنا بس يعني اللي مندقيق له كمان إن في التقييمات دي كلها إنه أكتر لعب كنت أنا أحاط عليه أعمال كبيرة في هذا المواجهة المعزة عليه هو قال التقييمات في المنتخبين مظلوم هو مظلوم يعني طبعا هو كان برا الفورمة بشكل كبير حتى كمان المنتري لما نزل يعني كان ليه خطورة بس بكرة طولية فطن ليه يعني سانشيز بعد كتير جدا 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 من محاولات بناء الهجمة طبعا أنت مش عارف تبني هجمة بالضبط 3 أو 4 نقلات ما بيكملوش ساعة 4 نقلات وده بنسبب الضغط اللي هنشوفه دلوقتي يا كريم على الشاشة هنشوف إن المنتخب الإكوادوري زي ما بقولك هو الطبيعي بتاعه أقل عدد بيضغط بيه هو أربع لعيبة في حالات كمان بيضغط بخمس وست لعيبة ده اللي هنشوفه في الحالات اللي موجودة على طول ثمان فضغط للمنتخب الإكوادور كان بيطبقه ده ساعد طبعا زي ما تكلمنا إن هما المنتخب القطري مش قادر إن هو يبني هجمة بشكل كبير أقرم عفيف كان بيضطر في الشوت التاني إن هو ينزل نص الملعب ويحاول يستلم الكورة من خط الدفاع عشان يبعنده يعني القدرة شوية إن هو يطلع بالكورة أو يراوغ للأسف كمان أقرم عفيف كان بعيد جدا عن مستوى النهاردة ما قدرش حتى وهو نزل في نص الملعب في بداية الشوت التاني إن هو يقدر إن هو يطلع بالكورة طيب دي الحالات الضغط زي ما احنا شايفين احنا بنتكلم هنا في لقطة واحدة فيها ست لعيبة من منتخب الإكوادور بيضغطوا على منتخب قطر هنشوف حالات تانية الحالات اللي بعدها هنلاقي إن المنتخب القطري على الجانب التاني بقى مش قادر يطبق أي ضغط ومش قادر كمان إن هو يطلع بالكورة وممكن نجيب الصورة اللي بعدها طيب هنا بقى حالة مهمة جدا لبلاتا اللي كلمت عليه يا كريم المنتخب بقى الإكوادوري إزاي كان عنده الثقة إن هو يقدر يطلع بالكورة حتى مع وجود ضغط في الكورة دي بلاتا الجناح الأيمن دخل على الدايرة واستلم الكورة اللي ملعوبة من خط الدفاع استلمها في الدايرة الحالة اللي بعدها هتلاقي داخل عليه ثلاث لعيبة من المنتخب القطري قدر بقرار فردي إن هو يعدي منهم ويلعب الكورة عن ناحية الشمال رائع جدا طيب هنقارن بقى الحالة دي بحالة لمنتخب القطر وهو بيحاول يطلع بالكورة واضح جدا إن ما فيش ثقة ما بين لعيبة منتخب القطري وبعضه محدش كان عنده الثقة في نفسه حتى إن هو يطلع بالكورة هنا هنشوف إن على الجانب الشمال عبد الكريم حسن بيحاول إن هو يطلع بالكورة من خط دفاعه ضغط عليه اتنين وفيه واحد على مسافة بعيدة شوية هنكمل الكورة هنلاقيه إن هو حاول يمشي بيها وفي الآخر بيعمل ميس باس بتروح للمنتخب الإكوادوري عشان يبتدي هجمة فكان المنتخب القطري لغاية الديئة 80 كان بيعتمد في كل هجمة كأن ما فيش مدير فني موجود على الخطوط بره بيحاول يغير حتى شفنا إن المنتخب القطري عمل تغييرين بس من أصل خمس تغييرات شفنا إن المنتخب القطري أصر على وجود لعيبة في الملعب اللعيبة دي كانت بره الفرمة الأكرم عفيف حتى مع الشوطة بس يعني أكرم عفيف كان بعيد جدا عن مستويه حتى كمان لما نزل نص الملعب ما كانش على المستوى حنشوف بقى المنتخب القطري برضو حاول يعمل إيه في آخر عشر دقيق أو في آخر ربع ساعة حاول يعتمد على الكورة الطولية بس قبل ما نتكلم على الكورة الطولية خلينا نتكلم بقى عن لقطة الهدف التاني اللي بيينت إن المنتخب القطري حتى يعني هو بيقابله ضغط بقى من المنتخب الإكوادور لما المنتخب القطري يكون مستحوذ لو كمان مش مستحوذ على الكورة ما فيش أي ضغط بالنسبة كبيرة جدا هنا مؤسس كاسيدو وجيم من الدايرة الفاضية دي فضل ماشي لغاية لما استنى الجناح الأيمن عشان يرفع العرضية بتاعة الهدف التاني هنكمل الصورة وهنشوف هنا بيدرو ميجيل اللي عليه الدايرة بيدرو ميجيل المفروض هو بيغطي التقطية العكسية عشان أنير فالنسيا بيخش من الطرف الشوية بيخش يقطع بيدرو ميجيل واقف وقفة غريبة جدا 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 لو الهجمها طبعا كملت هنلاقي إنير فالنسيا بيخش وبيقطع وبيحط رأسية بيحرص بيها الهدف التاني فحتى كمان بثلاثي أو بخماسي دفاع يا كريم ما فيش تمركز فيه سوق تمركز كبير جدا وفيه اعتمادية من كل العيب على التاني فيه كارثة لغطان وارده أنا بفرج على المنتخب الكاتري في الحالة الهجومية التلاتة السنتر باكس قريبين جدا من بعض مش فائدين في الملعب ده واحد الاتنين لما يبقى عليهم كرة هجومية الاتنين المفروض الباكات الباكرايت والباكات بسامر راو بقعات بيدرو ميجيل هم مش بيهجموا بس بقعات عن التلاتة اللي التلاتة عاملين زون قريبين جدا من بعض وما كانش فيه يعني دايما الأسهل منطقة كان بيستلم فيها الإكوادور هي المنطقة الفاضية دي طبعا هنا مليانة للوقت عشان كرة عرضية بس عادة المنطقة اللي على الجنب دي على اليمين وعلى الشماء كان دايما بتبقى فاضية وكان بيبني منها الإكوادور بمنتهى السهولة تعملك الشرط الأول بس كان فيه 18 عرضية للمنتخب الإكوادوري وزاد بعد كده ده في الشرط التاني فالأمور كانت سيئة جدا دفعية بالنسبة لقطر وهي مش عارفة تهاجم ما كانش جيدة لدفعية لأ وغير كده كمان يا كريم أن بقى غير الضغط العالي لطبق المنتخب الإكوادوري وغير القرارات الفردية اللي كلها صح بطلوع من كرة عجبني جدا المنتخب الإكوادوري في موضوع الكوار السابت الكوار السابت بيلعبوها ودي شفناها في الدور الإنجليزي وأقربها كان مباراة براندفورد مع منشستر سيتي أن الكرة بتتلعب بتتجمع في مكان وفي المهاجم أو أحسن هدر بقى في الجانب الهجومي شفنا ساعتها إيفان توني في منشستر سيتي نفس الكلام بالنسبة لإنير فالنسيا الكرة بتتجمع في جنب واحد بيروح ثلاث أو أربع لعيبة منهم طبعا مدافعين وقامات طويلة جدا وبينقلوا الكرة على الجانب التاني وده اللي حصل منه الهدف الملغي بالنسبة لإكوادور في أول دقيقتين أو ثلاث دقيقة بالنسبة لفضوع بنا الهجمة من تحت وبدأوا يلعبوا كرات طولية شفنا كرة طولية وتعتبر أخطر هجمة بالنسبة للمتخب القطري مش أخطر هي الوحيدة تقريبا كان فيه واحدة تانية في بداية الشوت الأول التاني كانت تلعبت لبيدرو ميجيل حطاه بدماغه وكانت جنب العرضة كرة تلعبت لمنتاري منتاري استلمها بشكل كويس قدر يختارك بشكل كويس جدا ولعبها لكن كانت فورا سددها مهارة فردية عظيمة يعني طبعا هاي الفكرة انها مهارة فردية يعني كرة مش جماعية بس سامر راوي تحسوا زهقان من الكرة شوية كريم تحس ان هو ما عندوش اي حلول جرب كذا مرة ان هو يعتمد على خط النص ان هو ينقل الهجمة لكن الموضوع ده ما نجحش بشكل كبير فبالتالي لعب كرة طولية وده اللي كان مفروض فليكس بره بقى الخطوط فليكس سانشيز طبعا ان هو يتكلم فيه مع لعبته ان هو يبقى فيه تنويع لأنماط الهجوم ما يبقاش كل مرة انت بتكرر حاجة ومش ماشية واللعيبة كمان حتى انت ما بتغيرش اللعيبة شفنا وعد محمد وعد لما نزل في الشوط التاني بدأ شوية يدي يعني يعني رئة هجومية او نفس بالضبط وقلبت الخطة الثلاثة اربعة اثلاثة لكن متأخر جدا بالنسبة لمنتخب القطري ما كانش فيه ثقة كمان من منتخب القطري ان هو يقدر يرجع في النتيج دي كرة اللي احنا بنتكلم عليها بسامر راوي ارسل كرة طولية المنتاري ومنتاري حطاها فوق عرضة الاكوادور هو في تصرف فردي تماما بالضبط هذا براعة بصراحة مش مخططة عليها فدل يقول ان فالكس تانشيز قدر المباراة بشكل سيء جدا ومقدرش كمان ان هو يقرى جوه المباراة ويعمل تغييرات هي بس اللهم إلا اكرم عفيف ينزل في نص الملعب والموضوع ما نجحش بشكل كبير فالكس من المدربين اللي كان في الاماسية وراح بعد كده اكدامية سباير وبعد كده طلعوه يمسك المنتخب القول من خمس سنين وخدكس اسيا بس هل هو المدرب اللي ممكن تقول عليه مدرب كس عالم صعب جدا صعب جدا هو خطر طبقة مشروع يعني هو زي ما الكتاب بيقول يعني عارف علميا كده عارف انت لما انت تمشي على كل الخطوات العلمية اللي تخليلك عندك جيل او منتخب ممكن يحقق حاجة على مستوى قاري او مستوى الدولي هم مشوا بالخطوات دي بس كان لازم مع المشروع ده يبقى ليه ماين ستونز او يبقى ليه كده شوية محطات بعد المحطات دي بيحصل مراجعة بشكل كبير جدا طبعا هم كاحتكاك دولي على مستوى المنتخب هم احتكوا في كل القرارات بشكل كبير جدا لكن على التقدير الفعلي لقدرات فليكس فانشيز هم برضو مواجهوش المنتخبات الكبيرة اللي تبقى لهم المستوى الحقيقي بالنسبة للعيبة اللعيبة طبعا على مستوى عالي جدا وموجودين مع بعض منطقتها كبيرة لعيبة كويسة لكن اللعيبة دي اللي نمسكت لعيب على مستوى العالمي على فجأة ضايا نطبق علينا احنا كمان عشان بس ما يبقى اشان انا بتكلم مع المنتخبات الكبيرة بس من اللعب على المستوى العالمي دوت تكتشف بقى ان انت محتاج اللعب لعنده احتكاكات دورية كل اسبوع في اوروبا اللي بلعب في دوريات كبيرة وده اللي فعل اينار فالنسيا بالزبط نتكلم هو اللعيب الوحيد تقريبا اللي في تشكيلة يعني غير طبعا باستثناء كالسيدو باستثناء طبعا استوبينيون بس هو اللي لعب في الدوري انجليزي وعنده خبرات بشكل كبير جدا وهو اللي صنع الفارق النهاردة بس على الجانب التاني برضو يا كريم احنا لما نيجي نبص باستثناء فالنسيا وكالسيدو وستوبينيون مفيش اي لعيب بيلعب في المستوى الاول ولا التاني في اوروبا احنا بنكلم في جنك بنكلم في دوريات المكسيك بس شفت اللاعب او اتنين او تلاتة فرق ازاي على فكرة بالمناسبة مباراتنا مع بلجيكا اللي عمل لنا الفرق الواضح ده مين مصطفى محمد صلاح هم التلاتة اللي محترفين واحجازي كمان كان ليه خبرات في الدوري فانت هتلاقي اه حيبقى عندك لايبقى كويس اكرم توفيق عمل مباراة عظيمة محمد شنوكا العادة مميز بس المحترف هو اللي بيديك الفرق شوية هو اللي بديك الدرجة الزيادة معيك مليون في المية بس خلي بالك برضو ان تجارب اللاعبين المميزين في منطقة الخليج ما بتنجحش قوي في اوروبا شفنا على فترات متبعدة جدا ان في لعيبة من منطقة الخليج بيتسافر اوروبا يمكن ما يبقاش فيه تأقلم بشكل كبير جدا هم حاولوا ان هم يجربوا التجربة المحلية يعني ان هو تلات اربع لعيبة في المنتخب بيلعبوا مثلا في السد تلات اربع لعيبة بيلعبوا مع بعض في الدحيل فهيعمل تجانس بشكل كبير جدا ومدينة شفنا برضو منتخب المصري 2006-2010 كان منتخب محليين بس يعني كانت خامة خلت سوق المناسبة احنا في 2006-2008-2010 كان فيه محترفين كان فيه ازدار بالضبط بس يعني برضو كان عاملين فارق لو تفتكروا كان حسنا مضربوا عمل فارق قبل كده لما كانت طلع بره في ستراسبورج بس انا اقصد انه الجاب كمان بيننا وبين اوروبا باعد شويتين يعني لو كان الجاب كده بقى قد كده باعد قوي فلما نيلعب في المستوى انا ليه دايما بقول الكلمتين دول انا فاكر تصريح من اربع سنين لمديل فني المنتخب تونس وقتها بعد مباراة بلجيكا خلصانة خمسة وطلع قال كان الكابت النبيل معلول وطلع قال اه يا جماعة احنا منتخب كويس بس الفارق بيننا وبين المستوى ده من المباراة كبير جدا احنا محتاجين سنوات عشان نوصله لا ويشوف تونس كمان اللي عندها لعيبة محترفة ربا عليك وتونس عندها مستوى كويس فانا بقولي الكلام ده لو مصر اللي كابت لعب المواجه نارك بتطلع اقوله لو قطر هقوله لو السعودية هقوله يمكن المغرب شوية فرق عشان عندها محترفين كتير هيا والجزائر فبقوا يقدموا شوية مباراة جيدة في البطولات العالمية دي طيب